أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعرض تقرير شامل عن أداء الاتحادات التي شاركت في أولمبياد باريس وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عاقب اجتماع مجلس الوزراء إن وزير الشباب يعمل حاليا على إعداد تقرير شامل بمشاركة العديد من الهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية لمعرفة تفاصيل أوجه القصور من أي مسؤول لمحاسبته في هذا الأمر نحية كان هناك توجيه فوري من فخامة الرئيس لمجلس الوزراء والسيد وزير الشباب تحديدا بعرض تقرير شامل عن أداء كل الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد بغرض التعرف على أين كانت أوجه القصور وأيضا إيه اللي ممكن نعمله علشان يبقى إن شاء الله في الأولمبياد القادمة يبقى مصر تحقق مكانة أكبر بكثير من اللي احنا يعني موجودين فيها واللي احنا كنا كلنا نتطلع عليها ترجمة نانسي قنقر